السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طرابات وطالبات الصف السادس الابتدائي معاونا النهاردة ان شاء الله تعالى محل امتحانات محافظات كتاب بالصف السادس الابتدائي عشرين تراتة وعشرين صفحة مئتين وتسعين نبدأ بسم الله نص الاستماع نستمع لمعلمك وضع دائرة. اه السؤال هل كان يوجد كبري في مدينتك? يس زر وعظيب. الاجابة نمبر ون في اي. نمبر تو. اه كم سمن فطائر الخوخ? يعني طبعا الواحدة منهم بخمسة جنيهات. يبقى الاجابة عندي بي. نمبر تو بي. نمبر ثري ما الوقت الذي سوف يعود فيه? he will be back at two look. what time will he be back? يبقى الاجابة عندي في نمبر سري اي. نمبر فور اه هاوز يور سستر? هي اس فاين. هاوز يور سستر يعني كيف حال اختك? هي بخير طبعا الاجابة عندي في بي. اه بالنسبة لنمبر تو لسن اند كن بليسة معلمك وضع دائرا او نص الاستماع في اخر الكتاب بس هنجوب عندي نمبر اي. good morning can i help you? صباح الخير هل يمكن مساعدتك? فبي قال له yes please. نعم من فضلك. فقال له what kinds of pies do you have today? ما هي انواع الفطائر التي لديكم اليوم? يبقى هنا kinds. اللي هي انواع. نمبر عندي طبعا اي? we have lemon peach and apple pie. احنا عندنا طبعا فطائر بالليمون والبيتش بالخوخ and apple والتفاح. يبقى هنا. نمبر بي. do you have any cherry pies? هل لديك? قول هل لديكم اي فطائر بالكريزة? يبقى هنا تشري. اي اه قال له sorry we are out of them لقد نفدت اه اه لقد نفدت كلهم او لقد نفدوا كلهم. اه لكن فطائر طبعا اه التفاح اه جميلة جدا. فطبعا هنا out. we are out of. يعني قد نفدت. اه لكن فطائر الطفاح جميلة جدا. فبيع اللي اوكي. حسنا سوف اخذ واحد. اي با هنا اوض. اه اه اعني انا عندي الم بالاسنان. طبعا هيروح لطبيب الاسنان اللي هو دينتست. نمبر سي. لاجابة الصحيحة. شيف طباخ او اي سطها. طبيب بيطاري. نمبر تو. we go to the space to get money. عشان نحصل على النقود. يبقى لاجابة عندي دي. نمبر ثري. how space coffee did you have? طبعا القهوة عندي هنا لا تعد. فهنا عايز نقول ما بقدار القهوة او كما كمية القهوة اللي انت شربتها. يبقى هنا ماتش يتعبر عن الكمية. نمبر بي لاجابة صحيحة. نمبر فور. it's cold day. الجو بارد اليوم. it's twenty three degrees. تلاتة وعشرين درجة. يبقى هنا ديجريز. هنا نمبر سي لاجابة الصحيحة. نمبر فايف. طبعا هو بيتناول من الخبز. يعني رغفين من الخبز. صفحة ميتين واحد وتسعين. نمبر سيكس. يعني هل ذلك يشمل حجرة المميوات? انها يشمل طبعا يشمل. آآ عندي نمبر سيفين سوري اللي قد تنفدت آآ آآ اللي هي فطائر الكريز. يبقى هنا آآ يعني طبعا عايز يقول الاطفال آآ هما رتبوا او آآ طبعا رتبوا آآ سراير بتاعتهم عايزون بانفسهم. هنا طبعا الضمير بتاحهم بانفسهم. الاطفال رتبوا سرايرهم باي زيم سالفز. اللي جابة الصحيحة عندي دي. نمبر يعني ضع دائرة حول الكارية المختلفة واستبدلها بواحدة صحيحة نمبر سامر وسبرينج كل دول فصول السنة نجيب فول يجابة صحيحة وعند الكلمة المختلفة يعني مطر. نمبر كل دول وسائل المواصلات. اما كل هنا الكلمة المختلفة نحط مكانهم نحط مكانهم عصير جوس وهنا طبعا كل دي المشروبات وهنا كيك كلمة مختلفة نحط مكانهم نحط مكانهم نمبر فور لانش وعندي آآ عندي طبعا الكلمة المختلفة كل دول طبعا حروف آآ جر خاص بيقى المكان نكستو آآ آآ اللي جابة صحيحة عندي نكستو طبعا لانش الكلمة المختلفة اللي هي الغداء نمبر فايف كل دول اماكن اجابة صحيحة عندي زو آآ او بانك عايزين مكان لاني دول كله اماكن مكتبة وسكول مدرسة وهم منزل يلعب. آآ طبعا هنجابة لعطوش هلوقتي الفيديو سالما السيستر اخت سالما بتاغت طبعا الاقلام بتاعتها آآ بدون استئزان لبقى هنا يعني بدون لقابة صحيحة عندي نمبر سالما السيستر اخت اخت سورية سالما طبعا عمرها ثلاث سنوات بثري يرز اول. نمبر بي انسر the following question. آآ نمبر سري وير دو سالما ليف عين تعيش سالما? في الاسكندرية. نمبر فور ماذا اخبرت ام سالما? اخبرت ايه طبعا لقيت لها تكون صبورة مع اختك لانها عمرها ثلاث سنوات. ايه طبعا طلبت منها في القطع. قالت لها my mother told me to be patient يعني آآ والدتي طلبت مني ان اكون صبورة مع اختي with with hair because she is the three years older انها عمرها ثلاث سنوات. يبقى لقابة عندي الصحيحة to be patient. ان تكون طبعا آآ صبورة with hair with hair sister مع اختها because she is three years old. عندي طبعا مئتين اتنين وتسعين. write an اميل of seven sentences. اكتب اميل مكوة من سبع جمل. عوزرا. to your friend فاطمة to tell her about the launch or you had at a restaurant. طبعا عايز يقول ان غدا انت تناولتو في مطعم. your name اسمك انا مونا. your address email or your email address is mona is school dot com and your friends email. ويميل زميلك. آآ اسفاطمياهو دوتكم. آآ عندي طبعا يبقى مونا عندي فروم وعندي فاطمة يندي تو. هنا آآ تو الى فاطمة اتياهو دوتكم. فروم مونا اتياهو دوتكم. والموضوع the launch. طبعا نبدأ نحاول الضمائر اللي هو عندي فوق. يبقى the launch i had. يبقى يوتو حاول الى اي. يبقى عايز يقول ان الغداء انا تناولتو في مطعم. وبعد ندير عزيزتي فاطمة وابدأ اكتب جملة افتتاحية. how are you? وممكن اقول your family. how are you and your family? كيف حالك وحال عائلتك? ونبدأ جملة افتتاحية اخرى. انا اود اه او احب يعني اخبرك عن يعني اه طبعا غدا انا تناولتو في مطعم. زهبت الى مطعم. زهبت هناك الاسبوع الماضي. روحت مع عائلتي. وكمان تناولنا الغداء الغداء هناك. وكمان تناولنا رز وسمك وسلطة. كمان وكمان شربنا عصير برتقان. والطبعا الاسعار كانت جيدة. اه طبعا الاطفال دون الخامسة مجانا. حقا الى كان يوما اه جميل. ونكتب سيسون اراكا قريبا. يرزق المخلصة مونة. عندي طبعا رتب نرتب ترتيب تماما. اه 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 رتب والفاعل والفعل في المصدر. الآن اكامل الجملة. اه اه استفهام فعل ومساعد فاعل فعل في المصدر اكامل الجملة. يعني كم مرة تزورت مطعم. يعني الفانيليا بتكون طبعا نكهتي او مذاقي المختلف طبعا المفضل طبعا عندي نراعي علامات الترقيمة عندي يعني طبعا اسمي بل اي كابيتل ودي جملة خبرية مسبتة نضع فلسطوب حرف دي كابيتل وفي نهاية الجملة نضع فلسطوب لان السؤال بدد ده معناه السؤال طبعا بهل يبدأ طبعا سؤال بفعل مساعدة وبكده نكون وصل لنهاية الفيديو واتمنى رب الفيديو يكون عجب حضراتكم الى لقاء فيديو اخر بإذن الله تعالى مع تمنيتي بدهم التوفيق والنجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته